سكان مقاطعات إشيكاوا ونييغاتا وتياما اليابانية اهتزت الأرض من تحتهم وبدأوا الساعات الأولى من السنة الجديدة بزلزال قوي ترافقه مخاوف من حدوث ظاهرة تسونامي جديدة وكالة الأرصاد الجوية تؤكد أن الكارثة الطبعية فاقت قوتها سبع درجات على سلم ريشتر والخطر ما يزال قائما من وقوع هزات مماثلة في الأيام القادمة وقع الزلزال في محافظة إشيكاوا وبلغت قوته سبع درجات هناك خطر انهيار المنازل والانهيارات الأرضية في المناطق المحيطة بمركز الزلزال يرجى الحذر من الزلازل والأمطار وعدم الدخول إلى المناطق الخطرة في الأيام القادمة الزلزال تسبب في وصول أولى موجات مد عاتية في شبه جزيرة نوتو في مقاطعة إشيكاوا ما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات من وقوع ما يعرف بظاهرة تسونامي على طول المناطق الساحلية شمال وسط البلاد تم إصدار تحذير كبير من حدوث تسونامي خصوصا في نوتو نحن نلاحظ تسونامي كبير إذا كنت على الساحل أو على طول النهر يرجى التوجه إلى مكان أعلى على الفور وفي المناطق المحيطة بمركز الزلزال انقطع الكهرباء عن نحو 34 ألف منزل كما أغلقت عدة طرق سريعة رئيسية في المنطقة بالإضافة إلى تعليق رحلات القطار السريع بين توكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بإشيكاوا